اشتركوا في القناة عناشيد مصحوبة بآلات عزف. سواء كانت آلات عزف تقليدية. عودة أو طبل أو ما أشبه ذلك. أو آلات عزف حديثة باستعمال الأجهزة التي تصدر أصوات الموسيقى. فإنه لا يجوز استماعها. وهي من جملة الأغاني التي جاءت النصوص بتحريمها وحكي الإجماع على أنها لا تجوز. فكونها تسمى بأناشيد أو تصدرها مؤسسات إسلامية أو ما أشبه ذلك. هذا لا يصيرها حلالا. العبرة بحقيقة الأمر لا بالجهة المصدرة له أو بالمنشد الذي أنشدها. فينبغي التنبه لهذا. ولا شك أن كثير من الأناشيد الموجودة الآن حصل فيها توسع كبير في مسألة الغنى وآلات العزف. لكنها بطرق ملتوية.